في تقديري ان الاخ شعيب لم يحترم الجلسة في تقديري ولم يحترم الرئاسة وتلفظ بإساءات لا تليق ولا ترقى لا بقاعة عبدالله السالم ولا يجوز ان توجه هذي بهذا الشيء يمكن الناس سمعت كلامي وما سمعت كلامه لكن انا يجو انتظر انا اقول لك ياهب بكل بساطة لو لم اتعامل بهذا بهذه الطريقة كان فرطت الجلسة وكان تحقق او تحققت الاهداف المطلوبة في ذي الجلسة بان يصير هرج ومرج وان يصير في تداخل من اخرين وان ترفع الجلسة المطلوب ان لا تكتمل اي جلسة وبتشوفها ايضا حتى في الجلسة المطلوبة وان يعجز مجلس الامة عن تنفيذ الحكومة انا الان ما يخالف اتحمل اي اي امر في البعض يقول لك لا زين سويت وفي البعض يقول لك لا ما باقولها لان قد يكون فيها يساءل الاخ شعيب وهو مو موجود لدافع عن نفسه لكن انا اعتقد بان هذه الطريقة اللي اتبعتها هي الطريقة اللتي حافظت على الجلسة اقولها بكل صراحة